ازايكم عاملين ايه يا ربك وانو بخير نهارده هنتكلم على الاشياء السرى لاصحاب برج القوس احنا بنسبة لنا عندنا اجواء مميزة جدا جدا هتكون متواجدة خلال شهر ديسمبر بمناسبة ان احنا عندنا الشمس متواجدة كل سنة وانتو طيبين في برج القوس وده يعني سعادة يعني قوة يعني تسليط الاضواء وعليك بشكل قوي جدا جدا يعني اسرار على النجاح يعني حالة من التقدم الايجابية كمان كوكب اعترض متواجد النص الاول كمان بالنسبة لنا كوكب المريخ اللي يبقى متواجد النص التاني وهو كوكب الطاقة كمان بالنسبة لنا تأثيرات كوكب الزهر اول 18 يوم الوجب الموجودة في برج الجاذية بيتك التاني اللي هو توطيد للعلاقات فاذا اشياء صارة كتير جدا ليها علاقة باساس حركات الكوكب كمان الكسوف اللي يكون متواجد عندنا يوم اربعة تأثيرات مهمة جدا جدا لان مش هيكون الاشياء اللي صارة خلال يوم اربعة بس لا ده الشيء هيكون ليه علاقة بتوابع عارف لما يحصل زلزال ويحصل ليه توابع اها انت عندك زلزال يديلك ايجابية ويحصل ليه توابع ايجابية اكتر طيب بالنسبة يا برج القوس من اول الاشياء اللي صارة المتواجدة عندك ان انت عندك فيه امر ما كان منتظر وبشدة يعني منتظر نجاح في حاجة منتظر عرض حاجة منتظر قوة منتظر ادارة معينة منتظر مال منتظر مكسب فيكون بالنسبة لك الشيء اللي انت منتظره بيكون متواجد ليك يا برج القوس فاذا انطاقت انتظار بيكون واجب او بتكون موجودة خلال شهر ديسمبر فبتحس بحالة من الفرحة ان الحاجة اللي انت منتظرها ياه اخيرا حصلت فعندك دي جدا النقطة التانية وهي ليه علاقة بيه الامور العائلية وهو فيه تصليح للعلاقات العائلية بدايات جديدة خطوات مهمة التنمية او ان احنا بننمي بعضنا او ان احنا بنبقى فيه حالة من القرب لبعضنا ففيه قرب عائلي فيه علاقة عائلية حلوة انت بتكون مبسوط بيها او انت بتكون مبسوطة بيها يعني ممكن يكون قرب مما بين احد الاخوات الاب والام او الاولاد ففيه درجة قرب او درجة قلفة بتكون قد ايه قوية وبتنمي الدنيا في حياتنا يعني النقطة اللي بعد كده وهي ان احنا عندنا فيه اللي هو الاضواء اللي هو بيدهلك كوكب او بيدهلك الشمس ما هو الشمس ايه كوكب فالشمس بتدي الاصحاب برج قوس طاقة كوة صلابة رأي من الاخر كده انت نجمة انت حد قوي جدا جدا الاضواء لما بتتسلط عليك هو اي نعم احنا اتكلمنا ان النقطة دي بتدي حاجتين اللي هو تسلط اضواء ليه علاقة بامور سلبية وحاجة تانية اللي هي علاقة بامور ايجابية اللي هي علاقة بامور ايجابية ان انت بتكون قد ايه مبسوط وقد ايه سعيد والكتير عندك بيبص عليك ومنباهرين بيك من نجاح انت بتقدمه من قوة انت فيها النقطة التانية السلبية دي احنا عارفينها حسد وحقد ورزالة مش مش هنتكلم عنها دلوقتي فاحنا يا برج القوس عندنا حالة من الايجابية وهالة قوية جدا جدا بتخلي الاخرين يكونوا مبهورين يعني مبهورين بينا بشكل قوي جدا جدا يا برج القوس برج القوس كمان مش دهو بس انت كمان عندك عارف لما يتحس بحالة نطج او تطوير عقلي بالزبط ده اللي عندنا على فكرة لما باك يقول تطوير عقلي يعني مش معناه ان احنا كنا مثلا انسان دياندرتل وبعدين بقينا بنقادمين بجاد لا مقصودش محدش يعلق عن نقطة دي المهم فبرج القوس انت عندك التطوير عقلي يعني احنا مرنا او بتمر الموقف بيعلمك بتحاول ان انت تكتهد بحاجة معينة في حالة نطج ان انت حسيت مرة واحدة ان انت شايف الدنيا بصورة سليمة حاسس ان انت بقيت اوعى بقيت افهم اكتر عرفت معلومة نورة الدنيا عندك ده اللي انا اقصده ففي حاجة فتحت عقلنا الحاجة شوفنا الحاجة باضاقة سليمة عندك ده وانا بشوف ان النقطة دي بالذات من اكتر الاشياء الايجابية والاشياء السرق اللي تمر على اي بني ادم ان انت تقدر تشوف الحاجة على حقيقتها ان انت تقدر تشوف الحاجة متكملة ان انت ما يبقاش عندك اسطوب الغلواشة يعني لعينك تبقى مغلواشة مش شايف لا النور حلو برضو فانت عندك تطوير عقلي ليه علاقة بيه ان انت بتشوف الحاجة بصورة افضل يعني بتشوف الانسان الخبيث انه خبيث ما بيبقاش عندك فكرة انه يقدر يتلاعب عليك او انه يضحك عليك او يدي لك صورة زهنية غير الحقيقية بتاعته فبرج القوس عندك النقطة دي جدا جدا كمان تطوير ليه علاقة بيه ان انت بتاخد قرارات او قادر على اتخاذ قرارات هتكون مهمة جدا جدا ولصالحك كتير وهتكون لها علاقة بيه تطويرك من الناحية المهنية وتحقيق نجاحات مهمة فعندك النقطة دي كتير يا برج القوس برج القوس من ضمن الاشياء السر المتواجدة كمان ان في عندنا حالة من الحب الايجابية اول 18 يوم بالاخصة او ومن بعد يوم 18 الوضع مش هيبقى لزيز على كل الابراج فكل الابراج كده نخاف كده من بعض شنا وما نعملش مشاكل الله يسئكم ونخنين لكده هديين يعني اول 18 يوم على برج القوس هيكونوا رائعين توطيد علاقات بدايات جديدة تصالحات حالم الفهم حالم من الاشتراك في الفكر كمان فعندنا النقطة دي جدا برضه من ضمن الحاجات اللي هي متواجدة ان كتير من الناس المنفصلين هيكون عندهم تصالح في العلاقات يعني تصليح علاقات وفيه كمان هتحس ان الشريك دعمك قوي يدعمك بمال يدعمك بكلام يدعمك بفكرة في حالة دعم انت بتلاقيها من الشريك وده يحسسك بحالة من القوة على فكرة طيب برضه في حاجة تانية مهمة كتير وموضوع ان انت هيكون عندك طاقة ايجابية عندك طاقة حلوة قوي على فكرة ان انت طيب النص الاول بس عشان عرافك حاجة لان كوكب المريخ موجود اول 13 يوم في برج العقرب لو بيتك الى 12 هل انت عندك طاقة في خلال الوقت ده انت عندك طاقة بس فيه اشخاص بيهدموها تمام بس الفكرة كلها ان انت عندك طاقة عدائية يعني انت عايز تكون عشان تكون افضل من فلان اللي هو ان فلان عايز ان هو يقلل مني او فلان عايز ان هو يوقعني لأ انت عندك فكرة ان انا طب انا هنتصر عليك طب انا هكون ضدك طب انا فعندك ده الطاقة العدائية اكتر الطاقة ناحية الانتصار قدام اعدائك اكتر المواجهة اكتر فعندك ده الطاقة المتواجدة لكن يا برج القوس الطاقة من خلال أو طاقتك من بعد يوم 14 هي طاقة لها علاقة بمصلحة الخاصة والباقي يولع عندك ده جدا هتقول كده يعني كمثال فعندك فعلا اللي هو أنت عندك طاقة اللي هو تنفعني عايز أكون مش عارف متطور ومش عارف إيه وإيه وإيه اللي ينفعني فإنت بتدور كتير على اللي ينفعك يا برج القوس طاقتك لها علاقة بإني أجتهد أكتر أسعى أكتر أجادل أكتر في أمور تخصني أنا فعندك ده حاجة تخص أصحاب برج القوس مش بقى طاقة عدائية وفيها مواجهة لا مش هتبقى كده طيب برضو في حاجة تانية مهمة كتير أنت عندك دعم مالي ليه علاقة بيه أنه هيكون فيه فلوس جاية لك يمكن يكون عندك أمور مستوقفة بسبب مثلا عدم سيولة مادية عندك مش عايز تشتري حاجة مش عارف عشان خاطر الوضع المالي مش أفضل حاجة لا فيه فلوس جاية لأصحاب برج القوس حلوة جدا 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 من بدايات الشهر هتغير حاجات كتير يعني هيكون عندك كمان آه فيه حاجة الكسوف كمان ليه علاقة بالأمور الخاصة بيه يعني كرجل القوس عندك فيه مرأة هتدخل حياتك ودي هتغير كيانك كله آه بمعنى أن هي هتخليك شخص تبقى عايز حب وعايز رومانسية أوي وعايز استقرار أوي عايزها جدا ففيه واحدة قادرة على جذبك وإنك تخليك ما تنامش هيكون عند برج القوس العازب أو الشخص اللي هو منفصل هيبقى عنده شخصية جديدة قادرة على لوعه يعني هتلوعه يعني بص هتلففك كده فهيكون عندك برضو دي هل دي من الأشياء السارة؟ والله أنا شوف أن الشخص اللي هو مش مستقر عاطفيا أنه يستقر عاطفيا فأنها تكون من الأشياء السارة طب بالنسبة لمرأة القوس تأثير الموضوع ده عليها إيه أو تأثير الكسوف عليها إيه لو المرأة هي مش يعني مرأة متجاوزة ومسلا لو فيه مولود هيبقى المولود ده بنت على فكرة آه بيبقى لها تأثير كتير أو فيه امرأة مؤثرة جدا 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 في حياتك تأثيرها هيكون أقوى إيجابيا من ناحية الإيجابية طيب ده بالنسبة برضو للحاجات السارة اللي هتكون متواجدة ما هو لما يكون التأثير إيجابي يبقى إذن الشيء ده صار طيب بالنسبة لحاجة تانية هتكون موجودة راح نتكلمنا على الدعم المالي لكن فيه حاجة تانية وهي الأمور القضائية والقانونية بالفعل يا برج القص عندك نجاح من الناحية القضائية ومن الناحية القانونية بتقدر أنت تخرج من أزمة فعلا قضائية أو فيها تطويل لا بتأثر وتجيب من الآخر فيه نجاح واستقرار ده بالنسبة للأشياء السارة لأصحاب برج القصور عامة أنا بتمنى كثير أني أكون فيتكم وبتمنى لكم طول السنة وتول حياتكم تكون خير ومش فيها أشياء صورة كثير جدا بشكركم ما تنسوش اللعك وشيري واشراك في قناة تفعيل الجرس سلام